شهد رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة والذي يجريه أحد تشكيلات الجيش الثالث الميداني على مدار عدة أيام في إطار خطة التدريب القتلي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة واستمع رئيس أركان حرب القوات المسلحة إلى عرض التقارير والقرارات وإجراءات تنظيم التعاون التي تم تنفيذها خلال المراحل المختلفة للمشروع كما نقش عددا من القادة والضباط المشاركين في استوب تنفيذ المهام المخططة وكيفية اتخاذ القرار المناسب خلال المواقف الطارئة طبقا للمتغيرات المختلفة أثناء مراحل سير العمليات مشيدا بالأداء المتميز والتخطيط الراقي لكافة العناصر المشاركة بالمشروع وفي ختم المرحلة نقل الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير الفريق أول محمد ذاكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي واعتزازه بالجهد الذي يبدله رجال الجيش الثالث الميداني لتنفيذ المهام والواجبات المكلفين بها لحماية الوطن وصون مقدساته مؤكدا حرص القيادة العام للقوات المسلحة على الاهتمام بمنظومة التدريب القتالي لكافة التشكيلات والوحدات وصولا لأعلى مستويات الجاهزية والاحترافية في تنفيذ المهام تحت مختلف الظروف